قرر محافظ مطروح خالد شعيب تعطيل الدراسة اليوم بجميع مدارس المحافظة بالإضافة إلى تأجيل الامتحانات العملية ليوم آخر نظرا للتقلبات الجوية وتساقط الأمطار الغزيرة حفاظا على سلامة الطلاب شهدت مدينة مرسى مطروح والساحل الشمالي الغربي عدم استقرار في الأحوال الجوية حيث تكاثرت الصحب المتوسطة والكثيفة التي تسببت في تساقط الأمطار الخفيفة خاصة على السواحل الشمالية وازدادت حدة الرياح الشمالية الغربية العكسية وازدادت كميات الأمطار المتساقطة